اجتمع سعادة الدكتور عبدالنطيف براشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي سيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وذلك بمناسبة مشاركة سعادة الوزير في اجتماعات الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين وخلال الاجتماع شد سعادة وزير الخارجية بالتعاون البناء والمشترك بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤكدا أن مملكة البحرين تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن سلم أولوياتها مستعرضا سعادته الخطوات البارزة التي قطعت المملكة شوطا كبيرا فيها في مجال صوني وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل التوجيهات الحكيمة السامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه ثمن معالي سيد فوركر تورك مستوى التعاون والتنسيق الثنائي القائم بين مملكة البحرين والمفوضية السامية في المجالات المتعلقة بتنمية وتطوير منظومة حقوق الإنسان مؤكدا استعداد المفوضية لتقديم شتى صور وأشكال الدعم في مجال وحماية وتعزيز حقوق الإنسان متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر